تحديداً المنتخب السويدي واحد من أقوى المنتخبات على مستوى العالم وصاحب البيع الكبير جداً في كرة اليان نروح لمنافسه وصاحب الأرض والجمهور والتاريخ كمان المنتخب المصري منتخب مصر داخل بطولة دي بطموحات كبيرة جداً طموح ارتفع عنده بعد ما منتخب الشباب حصل على المركز الثالث وبعد ما المنتخب النشرين حصل على المركز الأول ادى طموح لكل محبي كرة اليد أو الناس المسؤول عن كرة اليد ان احنا من حقنا جي الوقت ان احنا نقدر ناخد مداليا في بطولة العالم للكبار وخصوصاً ان اي بطولة بتتلعب المدرب اللي عنده بنش قوي هو اللي بيقدر يوصل لفرقته الأبعد مدى المنتخب مصري دخل من منتخب الشباب والناشئين سبعة لعيبة موجودين دلوقتي في المنتخب المصري الأول وبالتالي السبعة لعيبة دول عندهم طعم الفوز فرقة كسبة كاس العالم ومجموعة خدد المداليا البرونزية وبالتالي رهبة اللعبة مع الأجانب أو الفرقة القوية راحت من عندهم طموح طول ما البنش بتاعك قوي طول ما انت عندك حاجة كويسة كمدرب تقدر تعمل روتيشن كتير تقدر تاخد أكبر مجهود من اللعيب المشكلة ان انت كمان ما بتبقش عندك مشاكل في ان انت تغير اللعيب لا انا عارف البديل اللي قاعد على البنش قوي وجود السبعة لعيبة الصغيرين او اللي دخلوا الجداد على المنتخب عملوا حالة من المنافسة القوية ما بين اللعيبة القديمة والخبرات واللعيبة الجداد رفع من مستوى المنتخب المصري وده اللي شوفنا منتخب مصر في بطولة افريقيا في تونس على اعلى مستوى كسب فرق تونس على ارضها وسط جمهورها بمباراة كانت من طرف واحد ده نتيجة قوة البنش اللي هو معاه طموحات المدرب ان هو زي ما قال نفسه يوصل لابعد مدى يخش المربع واحنا برضا كطموحاتنا ان احنا كمصريين ان احنا ناخد مداليا بس مش خش المربع لان ناخد مداليا الفريق معاد اعداد على اعلى مستوى توفرت له كل الامكانيات اي معسكر كان بيحلم به المدرب كان بيتعمله ايه المشكلة بس الوحيدة اللي قبلته ان هو كان حاطت في البرنامج بتاعه حوالي 12 مباراة ودقية ما تمتش تلعب منها اربعة بس مع البحرين وهيتلعب معينها تلاتة كمان اتنم مع اليابان واحدة مع البرازيل قبل البطولة وبالتالي هم دول المنشطات اللي قدر يحصل عليهم لكن مجمع العام الراجل بقاله مع الفرق سنة ونص تقريبا حافظ اللعيبة عارف مين اللي في وقت الشدة هيبقى موجود عارف مين اللي هيقدر يحقق له اللي هو عايزه اسناء الازمات في المباراة عارف نفسية كل لعيب ما بقاش عنده مشكلة في معرفة شخصية اللعيبة او امكانياتهم في الملعب فاحنا نأمل بازن الله ان المباراة تمشي زي ما هو متوقع له او زي ما احنا متوقعين لان احنا مجموعتنا في المجمل سهل فاحنا اخذ المنشطات الاولينية دي واحدة واحدة لغاية ما نوصل اللي احنا عايزينه بداية من مباراة السويد هي دي اللي هتبقى مباراة فصلة للأدوار التانية بالضبط كل حاجة بتتكلم عن ترتيب المباراة منتظر ايه من ظهور منتخبنا في اول لقاء وهو مفترض يكون اضعف لقاء بالنسبة له في دور المجموعات امام منتخب تشيلي اعتقد ان هو اول لقاء هو لقاء الافتتاح مباراة سهلة لكن في مجملها نفسيا بتبقى صعبة لان اول مباراة والعالم كله بيتفرج عليها